ولولا الحجد الشعبي لما اعاد الى الجيش مرة اخرى زمام الامور وقوتها وقل للحق يعني احنا واجب علينا اخوانا العزاء وقل للحق من ربكم فمن شاء فاليومن ومن شاء فاليكفر انا اعتدنا للوالمين نارا احاط بهم سرارقها وانه يستغيث يغاتوا بماء كالمهليشول وجوه بقس الشراب وساءت مرتفقة احنا رحنا زرنا ديالة من حرر ديالة اخوانا العزاء من حرره هل رأيتم صلاح الدين كيف استقبلوا الحجد الشعبي بالهلاهل ام ان الطيب اعمى لا يراه كيف انهم استقبلوهم والفتيات يرقصون مع اخوانهم فرحا اين الطيب كان واين مصر كانت مصر ملتهية مع ال سعود قاتلهم الله انها يأفكوا منهم جاء اخي العزيز كل تطرف كل تطرف من اهل سعود منذ وجدت هذه الدولة على هذه الارض قولوا الحق ولا تخافوا غدا سنموت ونقف بين يده الله ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا احنا ندخدق بالكلام والله ايش لا اخي المسلم هذا عراقنا هذا شرفنا هذا غيرتنا الرجال الذي رجالنا احنا زرنا الامام السستاني جام الله ظله في عام 2011 والله ثم والله ثم والله رأيناه احنا من السنة من علمائهم اخواننا العزاء ما يصير احنا نحتي كذا مدري ايش التقينا بالاخ الحاج هاد العامري واخذنا الحاج قاسم الى ديالة يا اخواننا العزاء وذيش الصور الباهرة الجميلة لماذا عندما انكسرنا لم يتكلم الطيب ولم يكن له عقل ولم يكن له قلب يرى وعندما وعندما بدأنا ننتصر اخذ الكلام عليه هذا الرجل يريد اخواننا هذا الحاج الحجد الشعبي الله قال فيهم انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول انا اخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال رجل اخذ برأس فرسع ولم يعد اما ميتا او محسولا هؤلاء هم خرجوا من الذي يحصلون الحجد الشعبي حتى نحتي عليهم وضحوا بانفسهم وضحوا باموالهم وضحوا باعمالهم ونحن نتكلم عليه والله واجب علينا ان الذي يتكلم على الحجد الشعبي ان نقضع لسانه وإلا لن تكون دولة احنا عندما نبعد ونتبسبس لا علينا ان نجلس ونقول الحق فمن شاء التبع ومن شاء غل احنا والشيعة ما عدنا شيخ واحد احنا اخوة شنو اللي يفرحون من الشيعة شكرا سماح الشيخ